بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية اليوم إن شاء الله سنتناور درسا جديدا بعنوان حرف الطاء مع التنوين تنوين بالفتح طن تنوين بالضم طن تنوين بالكسر طن إذن التنوين ثلاثة أنواع تنوين بالفتح تنوين بالضم تنوين بالكسر طن 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 نعطي بعض الأمثلة تنوين بالفتح طن 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 خالبان 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 خطوطن 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 خالبان 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 خطوطن 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 خالبان 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 أعيد التنوين هو نون ساكن نسمعها يعني نطقا ولا تكتب طن فإننا لا نسمع نون في آخر النطق طن ولكنها لا تكتب يعني نسمعها رفضا لا كتابة ورسما طن نفس الشيء طن طن تنوين بالفتح طن تنوين بالضم طن تنوين بالكسر خطوطن خطوطن قسطن خاليدن خطوطن قسطن خاليدن خطوطن قسطن خاليدن خاليدن وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته